لدينا أحد الفيديو قصيرا هنا لذلك لا يوجد الخلفية لذلك نستطيع أن تغييرها في أي من يريدنا هذا الفيديو أريد أن تغييرها في نيفو الكودة التي تعمل لنا وتعمل في المتصفحات كـ Google Chrome Firefox و Safari والباكدرون دائما ترون هذا الفيديو أولا سوف ترون جدا إذا أردنا لديك أحد بروديو نيفو الأفتر إفكت و لا يوجد الخلفية لذلك عندما تريد إكسبرته سوف تركز على هذا الفورما الذي كميشة لديه هنا في الماك Apple ProRes 444 اللي تدعم هذه الـ RGB زائد ألفا يعني الفورما التي تأكسبرتها بها سوف تدعم هذه الـ RGB زائد ألفا لكي تدعم هذه الـ إكسبرت بلا خلفية والثالث شيء هذا الفيديو لا يجب أن يكون فيه الصوت هذا الـ RU Output لديه أفضل هنا لماذا؟ لأن الفيديو لدينا تريد أن تعمل أوتوماتيك مو أو تريد أن تتعاود بكثير في بعض الحالات المتصفحات إذا كان الصوت لا تدعم هذه الخاصية للتعاود ولا يكون فيها AutoPlay وفيها حتى الـ Alpha Channels لحد الخلفية مكينة الفيديو لدينا موجودة للمتصفحات والمتصفحات في بعض الحالات تدعم Compressions مختلفين كمثال بالنسبة للسفاري تدعم في الـ Alpha Channels لـ HEVC Compression وبالنسبة لـ Chrome تدعم Compression مختلفة وهي VP9 يعني سنأكسبرتها بالإعدادات التي قمنا بها من قبل وحد الفيديو المتصفحات في هذه المتصفحات وهي المتصفحات في هذه المتصفحات وهي المتصفحات يعني تدعم سنضيف الـ Conversion عن طريق FFMPEG سنضيف الـ Conversion لـ Cube.move لـ Cube.webM لكي تدعم حتى كرم ومن بعد سنصل إلى جوجة الفيديوهات Cube.move وCube.webM جوجة الفيديوهات يدعم جوجة تشاهدهم في جوجهم ما فيهم Alpha Channels Cube WebM وأعطي أن جوجهم فيهم الـ Bit.32 يدعم هذه الخلفية لا يوجد ويجدنا الملفة لذلك سنضيفهم ونسبة لكي تدعم فيديوهات نضيفه Cube.move وCube.webM ثانيا كأنه مجموعة لـ Parameter التي تزايد أولا نريد الفيديو بأنها تعمل Automatic أو Autoplay ثانيا نريد أن تتعاود بالزيف الخطرات لا تحب أيضا ومن بعد نضيفه المتصفحة بأنها Muted لا يوجد هذا الصوت نضيفه في الفيديوهات نضيفه بالنسبة لكي تدعم عن طريق Tag وهي Source ونضيفه SRC .move يعني الفيديوهات ونضيفه أو من بعد Cube.move وبنسبة لكي تدعم ونضيفه Video.mp4 ونضيفه الـ WebM وفي الـ WebM في حالة سنضيفه Video.webM ونضيفه نضيفه كل الفيديو بالنسبة لكي تدعم ونتيجة التي وصلنا إلى هذه وفيديو لا يوجد خلفية ونضيفه ونضيفه ونرى بأن هذا التكست سوف يكون فوق من الفيديو نريد أن نضيفه هنا الفيديو يعني لدينا الحرية في Stacking Orders ما بالألمنت بجوج لأن الفيديو الخلفية ترانسبران سنأتي هنا كميشيل ونضيفه ونضيفه ونضيف الفيديو ونضيفك زيدان تكست واحد يعني سوف نضيفه فوق من تكست ونرى هنا بأن الفيديو يوجد فوق من تكست